اولمبيات المتوسط لكن ليس في مجال الرياضة وانما في مجال السياسة والصراع على ثروات هذا البحر المتلاطم ازمة على حدود المياه الاقليمية في البحر المتوسط تشعل خلافا بين الجارتين تركيا واليونان لتفجر خلافا اكبر على طول سواحل هذا البحر تدخل فيها عدة دول شكلت استفافات جديدة واشعلت عداوات قديمة اججتها سياسات هذه الدول تجاه الصراع الدائري في المنطقة العربية تركيا التي ترى ان طبخة تدبر لقطع امتدادها البحري تتجه صوب حكومة الوفاق الليبية وتعقد معها اتفاقا بحريا فتثور حفيظة اليونان وتجد في سوق المناكفات السياسية من يناصرها ضد تركيا فرنسا كانت اول الملبين للنداء اليوناني وارسلت مقاتلتين من نوع رافال وسفينتين حربيتين الى حدود اليونان واقامت معها مناورات عسكرية حراك كهذا يثير اعجاب مصر فتستدير شمالا متناسية مشكلة الجنوب مع اثيوبيا حول سد النهضة وتقوم بعمليات دبلوماسية تعبر عن ضمامها للحلف اليوناني الفرنسي على الضفة الاخرى الرئيس التركي اردوغان يدرك ان هذا الحراك هدفه حصار تركيا من جهة البحر واقاف عجلة القوة التركية النافذة في منطقة البحر فيستخدم الدبلوماسية العميقة لادارة هذه الازمة من خلال التواصل مع المانيا والبحث مع انجيلا ميركل سبل التهدئة في المتوسط مؤكدا ان تركيا لا تريد الخوض في مهاترات عسكرية ولكن في نفس الوقت لن تتخلى عن حقها المشروع في البحر المتوسط الصراع في المتوسط ليس مجرد توضيح الحدود البحرية وتقاسم ثرواته الغازية بل يتعدى ذلك الى الصراع على السيادة في منطقة تعد حلقة الوصل بين المنطقة العربية واوروبا ولها تأثير على تكوين مستقبل المنطقة بعد ان تضع الحروب المستعرة اوزارها